اشتركوا في القناة مدير ادارة مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي لتكون مديرا لادارة مراجعة اداء مؤسسات التدريب المهني في هيئة جودة التعليم والتدريب وجاء في المادة الثانية من القرار انه يعين في هيئة جودة التعليم والتدريب كل من الدكتور الشيخة لبنى بنت علي بن عبدالله الخليفة مديرا لادارة مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي السيدة دعاء يوسف شرفي مديرا لادارة الاتصال ونص القرار الثاني رغم 24 في مادته الاولى على أنه يعين السيد مصطفى عبدالعزيز محمد مديرا لإدارة الصيانة والخدمات في هيئة البحرين للثقافة والآثار